أدت عاصفة استوائية في منطقة توكيو إلى هطول أمطار هي الأكثر غزارة منذ نحو خمسين عاما ما تسبب في وقوع نحو مئة حادث زلاق تربة وفق ما أعلنت السلطات وتساقطت أمطار بلغت ثلاثمائة واثنين وتسعين مليمترا في مدينة موبارا في منطقة شيبة وهو أعلى مستوى تسجله مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية منذ البدء في أعداد البيانات عام الف وتسعمائة وستة وسبعين وأتى ذلك بعد أسبوع ممطر في شرق آسيا حيث شهد جنوب الصين أمطار غير مسبوقة غمرت المدن الكبرى في المنطقة كما اقتلع الأعصار هيكوي الأشجار وتسبب بهطول أمطار غزيرة في أنحاء تايوان هذا وهطلت أمطار في جنوب أوروبا أودت أيضا بحياتي أشخاص عدة